للتحليل والمطابع نضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي سمير منصور السيد سمير أهلا بك على شاشة الغد أولا بالنظر إلى طبيعة هذه العقوبة الأمريكية على طهران ما هو الهدف الأصلي منها؟ هل الهدف هو الحصار الاقتصادي؟ أم هناك حصار إنساني ونفسي وسياسي بالمقام الأول؟ الحصار سياسي وديبلوماسي واقتصادي وسمه ما شأت لأن الولايات المتحدة الأمريكية معنية كما إيران في أكثر من بقعة فيما يجري في أكثر من بقعة من العالم صحيح أن الرئيس الأمريكي عندما أعلن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في أيار مايو الماضي أعلن حصرا الانسحاب من الاتفاق ولكن بطبيعة الحال ستكون لهذه الخطوة تداعيات مع بدء تنفيذ العقوبات التي أعلن عنها ترامب وتداعيات الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ستكون لها تداعيات ليس فقط على مستوى واشنطن وتهران بل أيضا على مستوى المنطقة برمتها الولايات المتحدة الأمريكية معنية بما يجري في سوريا مباشرة وفي اليمن وفي العراق بالتأكيد وربما في لبنان من هنا فإن هذه الخطوة لن تقتصر على ضغوطات ديبلوماسية واقتصادية والتدرج الذي أعلنه ترامب التأثير الفعلي سيد سمير من هذه العقوبات على تهران علما بأن النظام الملالي دوما ما كان يأخذ في الاعتبار كلمات ترامب حتى تغريداته على تويتر كيف استعد لها؟ الإيران تعاني من ضغوطات ليس فقط مع بدء تنفيذ الخطوات أو العقوبات في شأن الاتفاق النووي الإيراني هناك تظاهرات كما نعرف جميعا وهناك ضغوط على الحكومة وتظاهرات أحيانا غير مسبوقة كلها أمور تضع إيران في دائرة الضغط المستمر وتداعيات هذا الضغط على مستوى المنطقة بروماتيا خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم نفسها صديق وحامي لبعض الأنظمة والدول حضرتك أشرت إلى مسألة المظاهرات والأوضاع الداخلية التي ربما تزداد سوءا مع وقع هذه العقوبات ولكن هل لا تملك إيران أية أوراق للتفاوض أو للضغط السياسي على أمريكا؟ أيضا في وسط كل هذه الأمور كانت هناك محاولات لرفع العملة في مقابل الدرار الأمريكي وفوج الجميع بإقالة أحد أكبر المسؤولين في البنك المركزي الإيراني في خطورها البعض عبثية ربما في الإدارة كيف تقرأها يا سيدي؟ ليس فقط إقالة سيد عرقشي محافظة البنك المركزي بل أيضا توقفه على ما أظن كما وردت في الأنباء إيران تبحث منذ أعلان الرئيس الأمريكي عن الانسحاب من اتفاق النووي في أيام الماضي وإيران تبحث في تداعيات هذه الخطوة مع بدء تنفيذها لا شك أنها ستتعرض لمزيد من الضغوط ولا يعني عندما تعلن واشنطن عن خطوات متدرجة في تبدأ في أيار في آب اليوم مفترض ساعة رابعة بتوقيت جرينيتش يفترض تكون قد بدأت وفي تشرين الأول المقبل الضغط على مستوى الطاقة وهناك ضغوط على مستوى صادرات سجاد كلها أمور تضع إيران على المحك ولسيما في زل الضغوط الأخرى هناك ضغوطات يعني إيران وأمريكا في عجالة أو بآخر في اليمن موجودان أرصا في العراق هناك تقاطع مصاري في سوريا وفي اليمن وفي غاية في العراق وفي غيرها لكن في عجالة أرجوك الموقف الأوروبي حيال هذه الأمور ربما يحاول إنقاذ إيران وهناك محاولات لحمات الشركات الأوروبية العاملة أو المؤسسات الموجودة في إيران إلى أي مدى هذه الخطوة إذا سن لها قانون ستحد من وقع وتأثير العقوبة الأمريكية على إيران بدون أدنى شك أستاذ الكريم عندما يكون الموقف الأوروبي رافضا للخطوة الأمريكية هذا بالتأكيد سيجعل الخطوة الأمريكية محدودة لنفعيل بشكل أو بآخر لا شك أن الضغط الأمريكي ضغط كبير ولكن الموقف الأوروبي يخفف كثيرا من تداعيات الموقف الأمريكي شكرا جزيلا ضيفي من بيروت الكاتب والمحلل السياسي سامير منصور أشكرك سيدي على ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر